انا سكينة من المغرب. مهندس احمد كريم سلمان من العرق. كنت محتاجة فعلا مساعدهم وساعتهم. ان اقدم جديد وشكري للقناة. شكرا من كل القلبي لقناة من احمد كل الالوات. انت نانيني مستقلاتي راب. كرمال هيك انا بحب اشكر اصحاب القناة بحب اللون شكرا لكم ويعطيكم الف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بسبب اللي ما اتكلم عن منحة دي يحب اوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الالوان. هتلاح لها فرص ومنح عديدة جدا. بالاضافة كمان ده الويبساية الرسمي الخاص بنا. هتلاح لها جماعة وقالات المنح اللي احنا بنقاردها على القناة. وجماعة خدماتنا اللي احنا بنقدمها. كمان ما تنسوش اعملوا اشتراك في القناة وتغطوا على الجرس صوير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خليني نبدأ لبركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة دراسية ممولة بالكامل في المانيا. تمام? طيب. بالنسبة للدولة اللي هيكون فيها المنحة زي ما احنا قلنا دولة المانيا بالنسبة للفئة المستهدفة او الدول المتاح لها التقديم جميع الدول متاح لها التقديم. سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. طيب. بالنسبة للجهة المنحة عندنا اللي بقدمها المنحة دي. او اسم المنحة بيطلق عليها اس بي دابليو بيرلين سكولرشيب. تمام? ده اسم المنحة. اه واسم الجهة المنحة الاس بي دابليو. دي مؤسسة موجودة في المانيا هي اه بالتعاون مع الحكومة بتعمل المنحة دي او بتوفر المنحة دي. طيب بالنسبة للمستوى الدراسة المنحة دي متاحة لدرجة البكالوريوس والماجستير فقط. يعني لو انت في اخر سنة سنوية عامة او خلص سنوية عامة بتقدر تقدم على بكالوريوس. لو انت خلصت بكالوريوس او اخر سنة بكالوريوس تقدر تقدم على تمام? طيب. بالنسبة للتمويل ركز بي معي في تمويل المنحة دي عشان صراحة ان تمويل ممتاز جدا. بتاخد راتب شهري مقدار خمسمائة يورو. يعني انت كل شهر بيبعى عندك راتب خمسمائة يورو عشان تغطي لك كل تكاليف المعيشة. بالاضافة كمان بجانب الراتب بتاخد سكن جامعي. عندك رسوم الدراسة كلها بالمجان مش بتدفع ايه تكاليف خالص بالنسبة للدراسة. كمان تذكر الطيران من بلدك الالمانية بتكون مجانا. كمان بيكون فيه كورس لغة المانية او لغة انجليزية قبل بديل الدراسة. يعني لو انت مستوىك في اللغة الانجليزية ضعيف وعايز تدرس تخصص بالانجليزي او مستوىك في اللغة الالمانية مش ما عندكش مستوى في اللغة الالمانية وعايز تدرس باللغة الألمانية بتقدر تاخد كورس تحضيري قبلها وده شيء جميل جدا ومن يعني من المميزات الجميلة في المنح طيب هنا ده جربتنا على الواتساب وجربنا على التليجرام ياريت تنضموا عليهم عشان توصلكم معنا سلمنح الدراسية فور نزولة طيب بالنسبة لشروط التقديم في المنحة دي ركز بها معايا كده عشان فيه شرطين مهمين قوي يجب ان مجموعك ليقل عن 80% في اخر مرحلة دراسية يعني لو انت على سبيل المثال في سنوية عامة يبقى لازم ان مجموعك ما يكونش يقل من 80% ولو انت خلصت مثلا بكالوريوس واخر سنة بكالوريوس لازم مجموعك ما يقلش عن 80% طبعا تقدر انت تشوف الدرجة او النظام اللي انت ماشي به في مدرستك او جمعاتك وتحوله للدرجة المئوية وتشوف حال درقتك مناسبة ل80% يعني اعلى من 80% تمام اقل من 80% مهير متحليك التقديم كمان سنك لا يتعدد 30 عام لازم سنك ما يعدش 30 سنة تمام طيب بركز بها معي بالنسبة لاوراية المطلوبة الاوراية المطلوبة بسيطة جدا مش معقدة اول حاجة بتملق منحة جيدا فيها منحة بتبدأ تملاها بشكل احترافي كمان بتعمل خطاب النية بتجهز خطاب النية بشكل احترافي كمان مطلوب منك شهادة اخر مؤهل دراسة حصولت عليه ولو انت في اخر سنة بتجيب شهادة السنة اللي قبلها تمام كده طيب ده بالنسبة لاوراية المطلوبة كيفية التقديم عشان تقدم في المنحة دي انت محتاج ايه الكيفية التقديم عندنا مقسمة على ثلاث خطوات اولا وسانيا وسالسا طيب اولا بنعمل ايه اولا في ميلة ابل كيشا المنحة ويرسال كافة الاوراية المطلوبة معه لاميل المنح يعني ايه يعني الاوراية اللي انا قلت عليها قبل شوية صغيرين اللي هي خطاب النية اخر مؤهل دراسي كل ده بتجهزه تمام وبتبعته زي تمام وترسله لهذا الايميل طيب تاني حاجة المفروض تعمل ايه المفروض التاني حاجة المنحة هتراجع بقى اوراقك تمام هنا الخطوة دي تبع المنحة نفسها المنحة هتراجع لأوراق بتاعتك تمام وبعدها سوف يتم اصدار قائمة المقبولين تالت شيء ازا تم قبولك في المنحة يجب ان توفر قبول من احد الجامعات واندر حصول على قبول من احد الجامعات سوف تواصل منحة مع الجامعة وتخبرهم انها سوف تمول دراستك بالكمل يعني ايه الكلام ده طيب انا قلت ان اس بي دابليو المؤسسة دي هي مؤسسة حكومية هي مش جامعة هي مؤسسة تمويلية فبالتالي انت بتقدر انك تختار الجامعة والتخصص اللي انت عايز تدرس فيه تمام يعني اس بي دابليو دي مش جامعة انت رايح تدرس فيها لا هي كأنها جهة تمويلية هتديك المبلغ المادي والتمويل اللي انت من خلاله تقدر تدرس التخصص اللي انت عايزه وفي الجامعة اللي انت عايزه تمام كده فدي هي الفكرة فكل المطلوب منك بعد لما تتيبل في المنحة انك لازم تقدم على الجامعة وتوفر فيه اخطاب قبول وبكده المنحة تتواصل مع الجامعة وترتب معهم كل شيء من حيث تمويلك في الدراسة تمام طيب بالنسبة للتخصصات والجامعات المتاحة بيقولك متاح لك اختيار اي جامعة موجودة في مدينة بيرلين او بوست دام وممكن تختار التخصص اللي تريد يعني متاح لك تختار بس من مدينة بيرلين او بوست دام ما تروحش المدن تانية زي فرانكفورت او غيره لا لازم تختار من المدينتين دول بس وفيهم جامعات كتير جدا وبتقدر تشوف التخصص اللي انت عايزه حيث ومتاح كل التخصصات بدون مشكلة مثل الطب والهندسة والصدراء الحقوق وجميع التخصصات العلمية والادبية تمام كده? طيب اه هنا عندنا ملاحظة كمان المنحة دي مش محتاجة منك شارة لغة انجليزية والمانية عند التقديم حيث ممكن ان تختار ان تاخذ كورس لغة تحضرية في الجامعة التي تريد دراسة بها. ممكن انت تختار انك عايز تاخد كورس لغة فبالتالي مش محتاجة منك شارة لغة في التقديم والمنحة سوف تمول كورس اللغة والدراسة وكل شيء لك بالمجان. تمام? طيب. اخر معاد للتقديم في المنحة دي هو تلاتين يونيو الفين اتنين وعشرين. تاخر معاد عشان تقدم في المنحة دي تلاتين يونيو الفين اتنين وعشرين. تمام? طيب. ملاحظة هنا عندنا ما تنسوش لقناتنا القناة من كل اللغة بتوفر خدمات اضافية. زي اللي حلن نوفر خدمة التقديم بشكل احترافي لها فرصة ومنحة انت عايزة. بنوفر فرص مضمونة الابول مية في المية المساعدة للسفر الى الهولندا. ومنح دراسية مضمونة الابول في الصين. وخدمة تجهزة الاوراق وخدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز هي خدمة من الخدمات دي بتلاقي واستمرارات خدماتنا موجودة بسندوق الوصفة اسفل فيديو. وكمان بتلاقي هنا تم الاستمرارة الخدمة اللي انت مؤتم بها واحنا بنتواصل معاكم نرتب لي كل شيء. طيب خلينا للوقت نروح نشوف الاعلان الرسمي لمنحة والتقديم. تيجي تضغط عليه من هنا عشان يفتح معاك كل التفاصيل اللي انا والتام من الموقع الرسمي. تمام? طيب. هنا هيزهر لك عداد هنا زي اه يعني تعداد اه لازم تنتظر خمستاشر ثانية بعدين بيتم تحويلك للاعلان الرسمي لمنحة والابليكيشن الخاص بالتقديم. فتنتظر خمستاشر ثانية دي وهتلاقي كل التفاصيل من الموقع نفسه. تمام كده? وفتح معنا هنا الموقع الرسمي في كل التفاصيل. تمام? هتلاقي كل حاجة موجودة هنا بشرح لك ايه التمويل بتاع المنحة. بيوضح لك ايه الفئات المتاح لها التقديم. بشرح لك هنا خطوات الابليكيشن هتمشي ازاي? والقبول. تمام? بوضح لك هنا كل التفاصيل. طيب. تعال دلوقتي بقى نروح نشوف تقديم. تيجي تضع من هنا عشان يفتح معك التقديم. ده الخاص بالتقديم عبارة عن ملف تمام? بتبدأ انت تملأ الملف ده. آآ بتحط اسمك اسم العائلة تاريخ ميلادك آآ الجنسية بتاعتك تمام? تحط بقى عنوان الاقامة بتاعك الحالي هنا. كل التفاصيل آآ بتاعت المدينة اللي انت مخين فيها والشارع وغيره. بتحط صورة شخصية ليك. بتحط آآ بيانات والدك والدتك تمام? واعضاء العائلة انتو كم واحد في العائلة تمام? آآ اسرتك يعني امك وابوك واخوتك تمام? طيب آآ وهنا بتحط بقى المرحلة الدراسية بتاعتك آآ سواء انت خلصت مدرسة او لسه مخلصتش في اخر سنة او سواء انت خلصت جامعة ولسه مخلصت بشحط تفاصيل المرحلة الحالية او السابقة بتاعتك تمام? آآ ده بالنسبة للمدرسة تمام? وهنا بالنسبة للجامعة لو انت بالفعل اتخرجت من الجامعة بتحط تفاصيل بتاعتها اسم الجامعة اللي انت درست فيها المدينة اللي كانت فيها الجامعة تاريخ التخرج الدرجة النهائية بتحط كل ده فيها ووظيفتك الحالية هل انت مسلا طالب ولا خريج ولا ايه بالزبط? آآ اشتغلت مسلا كان لك خبرة سابقة في الاعمال بتحط كل ده هنا بتوضحه تمام? آآ هنا لو انت آآ بتقدم على جامعة بتشوف ايه اسم الجامعة اللي انت مهتمة بها وعايز تقدم عليها زي ما احنا قلنا في مدينتين بس برلين او بوست دام. تمام? ولو انت عايز تاخد كورس تبع شركة برضو متاح بتحط هنا اسم الشركة اللي انت عايز تاخد فيها التدريب تمام? بس طبعا احنا هنركز على منح الدراسية بحيث نحط اسم جامعة في مدينة برلين او بوست دام. تمام? وهنا لو انت عندك خبرات سابقة او تدريب او خبرة عملية بتحطها هنا بتضيفها في الجزء دام عاجب حد اقصى خمس آآ او خمسة بتحط فيهم التدريب والحاجات اللي انت عملتها بجانب دراستك. تمام? لو انت عندك خبرة في الاي تي او الحاجات دي بتحط هنا خبرتك لو ما عندكش بتسيب الجزء ده فاضي. وبتقول لهم هنا انت ازاي يعني اسمها تعال منحة دي ازاي? تمام? آآ بيقول لك هل انت ماليت للمنحة دي سابقا? بتجاوب بقى انت على كل الاسئلة دي. هل ماليت لها? السبب اللي بيخليك تقدم على المنحة دي? ايه هويتك المفضلة? بتكتب هنا الموتيباشن? ايه اللي بيحفزك تقدم على المنحة دي? هل قمت بعمل تطوعي آآ قبل كده او انضميت للمنظمة غير ربحية? كل ده بتوضحوا هنا. تمام? بعد كده هنا بتيجي بتكتب تاريخ اليوم. بتحط الموقع بتاعك. مسلا انت مصري بتكتب مسلا ايجيب تلسم المسلا وتحط التوقيع بتاعك هنا. وبكده بقى انت قدمت آآ او كده ما لقيت اللي تحت هنا دي الاوراق اللي يعني اوراق اضافية بيشرح لك اكتر آآ ازاي تبعت الوراق بتاعك تبعته لاي ايميل بيقول لك وبعد لما تملأ كل ده تروح داخل على الايميل ده وبعد كل الوراق بتاعت ايه الاوراق اللي انت المفروض تبعتها مع ده تمام? كل ده موضح لك هنا. طيب يبقى احنا قلنا بنملأ ده بناخد الاوراق اللي احنا قلنا عليه خطاب النية وغيره وبنروح جاية نبعتينه للايميل ده. وبكده يبقى انت تكون قدمت بنجاح للمنحة لما تجهز كل اوراق دي وتبعتها للايميل وبتنتظر النتيجة الخاصة بالمنحة. منحة ممتازة جدا من موالا بالكامل متاحة للجميع. تمام? آآ كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافية لو حابين تهدموا خلالنا زي ما بقدموا خلالنا لكسير من الطلاب. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولا يقول لكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.